حالة فرحة حالة بهجة حالة فخر وانت بتتبع كل تقريباً وسائل العلامة اللي الأسبوع ده هي بتتكلم على محمد صلاح والأداء الرائع والهدف العلامي اللي أحرزه في مباراة المنسيتي العلامي النهاردة صلاح ثم صلاح ثم صلاح وبعدك هنتكلم على أسبوع سقوط الكبار وبالتأكيد طبعاً هيكون لديها تغطية لمباراة مصر المنتظرة أمام ليبيا مع ضيوفنا طبعاً اللي بشرفونا في السادسة كل يوم أربع دكتور وليل حديدي اللي برحب به وبشكره على وجوده معنا بحقيقة هنا يا دكتور أه الحمد لله مهاردة كان فيه شوية قلق كده في المرور بس الحمد لله على السلام الحمد لله على السلام ومن ورد وطبعاً العلامي الصعد الواعد مينا مجد محل الكرة عالمية مسأخرة مينا أهلاً بليك معنا أسبوع كده يعني يعني مفشوطي أه أسبوع يفرح بصراحة ويشرف وخليني أدخل معاكم في الموضوع عشان ناخد كده تغطية سريعة جداً لأهم الأغلفة والصفحات الأولى لمعظم طبعاً المباراة التي توصفت بين المان سيتي وبين ليفر بول مباراة واخدت تغطية كبيرة جداً وكانت على قد الحدث يعني كان لقاء الحقيقة ممتع جداً قوي جداً وكان فيه طبعاً توقيع صلاح اللي خده وطار به في حتى تانية خالص طبعاً محمد صلاح الإسبوع ده كان إسبوع استثنائي والحقيقة دايماً صلاح استثنائي منذ بداية مسرته مع ليفر بول لكن الإسبوع اللي فات ومباراة المان سيتي كانت استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى لأنه مش بس صنع هدف مميز لكنه أحرز هدف تاريخي هيتحط كده من ضمن الهاي لايس بتاعة الدورة الإنجليزي يمكن في تاريخه الحديث لأنه هدف نقدر نقول أنه هدف يعني بماركت أو بتوقيع ليونيل ميسي ديوجو مارادونا حاجة مختلفة محمد صلاح دايماً على رأي يورجين كلوب كان بيقول أن لو رونالدو أو ميسي هو اللي أحرز الهدف ده ما كانتش الدنيا قامت ولا قعدت لكن أنا مختلف مع الحتة دي شوية لأن محمد صلاح حقيقي بيلاقي تقدير كبير من كل وسائل الإعلام في العالم ومن كل الشخصيات الرياضية ومن كل اللاعبين سواء اللاعبين السابقين أو اللاعبين الحاليين هو فعلاً مجهوده مقدر والعالم كله عارف قيمته حالياً ترجمة نانسي قنقر